اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة ما حكينا عنهم بس موجود على السوشيال ميديا هو عيد باربي اللعبة هيدا الباربي عيدها سيئة بتماني قدار يوم عيد المرأة وكنت حابة اني نفرجيكم على الشاشة هلأ الصور عم تقطع كيف الباربي عم بتجسد المرأة مظبوط ان كان بألوانها يعني جميع اللقوا ألوان البشرة والطول والشكل وهون منشوف انه ايا كل الجوب او كل عمل بتعمله شو له معنى بها العصر والمرأة قدي دورة فعال لانه هي طبعا مننا نص المجتمع بس هي كل المجتمع لانه لو ما هي موجودة ما كان في حدا على الأرض بيقدر يكفي وهون كمان بنقدر نشوف انه النشوين طبعا حتى حاتين المرأة العربية المرأة المكسيكية المرأة الشينيز السوداء المتيس البيضاء والشقرة وهون كمان بنقدر نشوف انه انترناشنال ويمينز داي يلي بسعب كمانا نهار عيد باربي يلي صار عمرها ستين سنة فينا نشوف بهيد الصورة كمانا قديش المرأة فيها تخدم المجتمع بوظائفها وبحنانة وقوتها وضعفها وهيدي كمانا الصور عم نشوف بنعيد باربي وكلنا لعبنا فيها نحنا وصغار ولهلأ بعد حلم كل بنت صغيرة أنا بعيدها بعيدها وبعيد المرأة ككل عزي المشاهدين بالعودة معنا بالفكرة الأولى اليوم معنا من نور جديد بيسعدنا انه استقبل الأب خوري يعني أبونا علي شرب الخير الدين أو شرب العلي خير الدين أهلا وسهلا فيك بنور عنا اليوم وإن شاء الله تكون طريقة كانت مسهلة من سيدة بشويط لعنا أكيد بنعمة الله أكيد مسهلة دايما بس كون في عمر رسولي ربنا بيبارك ودايما كل شي فيه بخير الإنسان وخيرها البشرية ربنا بيباركه وما بيمنع عنه أبنا لأي شر فأنا بحب بيبلش هكي موضوعنا باسم الآب والابن والروح الحدوسي لها الواحد آمين أكيد نحن علق نحن بها زمن هالصوم زمن الصوم الكبير وهذا الصوم مرتبط بشخصية ربنا يسوع المسيح إلهنا الحبيب وأنا بدي بلش هكي من انطلاء هكي هالبابا الفرانسيس اهتمامه وهالحب اللي عنده هكي وصة هكي وصايا بخلال هالصوم وبداية هالصوم بس أنا بدي هكي تأمل أنا وياكم وكل المشاهدين أنه هالصوم مرتبط بشخص ربنا يسوع المسيح وخاصة لما اعتمد ربنا يسوع المسيح على نهر الأردن وحل الروح والإدسالاه وصمع صوت من السماء يكون هذا ابن الحبيب منشوف بعدين يسوع قاضه الروح إلى البرية ويسوع صام أربعين يوم وجرب من إبليس ومنشوف أنه إبليس جربوا ليسوع المسيح مش من مطرح هكي بعيد أو أفكار مش معروفة جربوا من الكتاب المؤدس كان يقل له مكتوب ويسوع كان يرد علىه كمان ويقل له مكتوب ومنشوف أول تجربة هي قال له أنه مر هالحجار أنه أنت قدير أنت الله مر الحجار بتصور خبز مثل ما كنت تأمر الصخرة مع الشعب اليهودي يطلع مننا ماء وشربيهم مر أنت الله قال له سعاة يسوع كمان مكتوب ليس بالخبز وحده يحيى الإنسان فأذن شو هي مسيرة الصوم؟ الصوم الحقيقي هو الصوم إلى التغيير يلي هو ليس بالخبز وحده يحيى الإنسان فأذن الصوم هو الصوم الروحاني الصوم يلي بيخليك تفوت بعلاقة حميمة مع الرب يسوع نعم ثاني تجربة كمان قال له قال له لك هيدا الأمم كلها شوف جد لي بعطيك إيهم قال له سعاة الرب مكتوب لإلهك واحده تجد وإيهاه واحده تعبود نعم رجع آخر شي قال له لك شفت هيدا الهيكل أخذوا على الوقت صنعين وقال له وقفوا على الهيكل قال له كيف حالك مكتوب أنه الملكة بيهتموا فيك ما بيخلوك تنقذي شوكة دق فيك قال له سعاة الرب يسوع كمان مكتوب لا تجرب الرب إلهك نعم وبيقول أنه هون من بعد ما جرب إبليس به الأرمين يوم اللي عيشهم يسوع المسيح بيقول تركه إلى حين يعني اشترير إبليس ما ترك يسوع كان دائما منحقوا على مدين حديث حتى يحاول يزيحوا عن مشروع بيه اللي هي الرسالة الخلاص اللي هي التبشير وهي إظهار رحمة الله ومحبة الله وحنان الله من خلال ابن يسوع المسيح ونشوف بعدها نحن نشوف كذا عدة مراحل حديث يسوع ولكن يسوع كان أمينا لهذه الرسالة وكيف كان أمين نحن نلقى بعدها نجيها بالصوم لأنه كمان البطك حكي عن سر يسوع المشاركة في سر يسوع المسيح في برية يسوع يعني مشاركة السر في برية يسوع يعني في صوم يسوع نعم في ركزه هي أهسسية وحكي عنها البطك هي الصلاة فإذا أن يسوع كان دايما عنده عليق حميني كان يسوع عطول يختلي بالكفار يعني تينيجي بيه تيدل ماشي على طريق الصحيح ليش؟ حتى دايما يكون أمين لرسالته أمين لبازل زيته أمين أنه يظهر صورة بيه يلي هي الرحمة والعطف والمحبة والحنان من هون اليوم هوا التجارب التلاتة يلي إبليس جرب فيهن يسوع هود اليوم إبليس اليوم سيطرة فيهن على العالم نعم اليوم يعني كله سقط عسكريا بالسلطة بالتسلط بالاستعباد اليوم باش بس عب بطل يقبل بالخبز صار المال تكديس المال يعني يعني عايشوا به هودة يعني اليوم سيجدين للأسلام سيجدين لأبليس لأنه ملكوا للعالم عملني رئيس وأنا بدك كيف يصير وعايشين بش بس بيجربوا الله يعني عايشين كمان بيجربوا الناس يعني بيهلكوا الناس من خلال أفكار ومن خلال استعبادهم من خلال ظلمهم فهاليوم العالم أنا باعتبره صائد عسكريا بهو التجارب التلاتة إلا يلي بيعيش فعلا بيعرف دعته سموه المسيحية بحياته سموه حضور الله بحياته سموه ساعته بيقدر هيدا يتحرر من هاو دي ثلاث تجارب يلي بيسلطه أهم شيء اليوم عم نعرف أشبيسيب البلدان خاصة نحب السلطة سلطة يعني فيها بيخربوا العالم كمان تيكون رئيس أو تيكون مطلح معين مئة بالمئة فمن هون طلقت مسيرة هالمسيرة هايدي من هاكي الصوم يسوع المسيح لما كان عايش اجه الفرسيين وتلميذ يحنه قالوا له يا عم نحن تلميذ يحنه عم بيصومه وتلميذ الفرسيين بصومه أنا لاش تلميذك عم بيصومه قالوا ما في لزوم يصومه قالوا لأن العريس موجود ما لكن هتجئين بس يرفع العريس حين أذن يصومون فأذن بالكتاب المؤدس ما في مطلح مباشر هاكي يسوع جعلنا صومه ما فيه يعني عفتك كيف يسوع الكنيسة اشتفت من حيات يسوع هالمرحلة الحلوة وحبت أنه تتعرضنا إياها بخلال زمن الصوم أنه نتبصل بالمسيح وأن نتبع المسيح وأن لا نعرف غيره وأن لا نحب غيره وأن لا نعبد غيره هادي عودة ركازية بثلاث الصوم يلي نحنا منا نعيش فيهن من خلال حياة الصوم فمن هون أنا قريت سات البطك حلو كتير سامي الاحترام عن جد كتير حلو كتير أنه فات بعمق سر برية يسوع المسيح وشبتنا يسوع كان لشو كان جائع لشو كان عطشان يسوع جائع كان لتحقيق مشيئة بيه وعطشان لتنفيذ مشيئة بيه من هاك يسوع قال مطرح بقول ليه سبقة أن أصطبيغها وما أشد ديكي أن تتم بتعرفي قديش كان يسوع عم بعيني بس داكن كانت مشيئة بيه وتحقيق الرسالة والخلاص كان هاو دي خبزه اليومي لربنا يسوع المسيح ومن هاكي نطلق البطك من هالكيئزة تلاتي يلي هي الصلاة يلي هي الصوم يلي هي الصدق يعني الأعمال الرحمة نعم يمكن سياسيين بصومه بس عبينها شو بلحم شعبنا ولحم ولادنا وبناتنا وشبابنا وعيالنا ووطننا كمان بيضهروا نعم فمن هون مهمة كتير نعرف قيمة الصوم ومعاني الصوم ورحانية الصوم يلي مرتبطة ارتباط شخصي بشخص ابنة يسوع المسيح نعم والصوم ما هو إلا إليه كلمة تانية بس وحدة هي التغيير أنك أنت تعيش مع الرب تتقرب من الرب تتحب الرب عرفت كيف وتخلي الله حاضر بحياتك ومن هاكي من هاكي بلش بالصلاة أول ركيزي شو الصلاة مرح حطينا من يومين أنوا أجوا اتنان فريسي والعشار فريسي فات قالوا أنا بصوم أنا بعمل أنا كذا أنا بعمل şöyle عميربها ربه زميلة أنا مش مثل هذا الفريسي Francisco أنا مش مثل هذا العشار أنا بصوم من العشار يعني أنا جاه فات وواكي وحط الرأس وقاله يا رب لست أهلا انه أصفح عني اللهم أنا الخاطئ يعني دبرني أنا الخاطئ نعم رشدني أنا الخاطئ انورني أنا الخاطئ هديني أنا الخاطئ هذه الصلاة الحقيقة صلاة الحقيقة هي الصلاة المتواضعة الصلاة المتخشعة يلي خير جن القلب مش الصلاة المتشامخة صلاة المتشامخة مبنة لص العدد الله أصلا الله ما بيسمعها فإذا الصلاة أنك أنت تكون عندك سينا مع الله أنك أنت تخاطي بأ الله هذه الصلاة أما وين تسمع الله والكتاب المؤدس شوء الله بيقلك فإذا الصلاة هي مخاطبة الله والصلاة بدي تقول حتماً إذا كانت حقيقة وطالعة من القلب وسط إذا أزهان الله معناته بدي يصير في عندك تغيير لأنه كمان الله بدي يحكيك من هك في كتير ناس بتصلي في كتير ناس تركع في ناس تعمل سجود في ناس تلقى تلمس بحق كل نار بس ما في شي بيتغير بحياتهم بعض الخطيئة موجودة السرسلة موجودة النميمة موجودة الحقة موجود غضب موجود احتقار الآخرين موجود ايدانة الآخرين موجودة فإذا ونية قوة الصلاة لش يا أبونا أنا ما بتغير لش أنا مش عم بتغير يا أبو لأنه بدك تفتح قلبك تتغير إذا ما بتفتح قلبك ما بتتغير من هك تريس كالكوتة بتقلن لما بتصلي وإلا أنه يستجيبك دغري معناته أنت عندك إيمان وإلا أنه يجيبك عإيمانك أنه قد إذا أنت صلات وما استجيبك والله ما استجيبك استجيب عليك دغري يعني عم بيعلمك الصبر الصبر وإذا صلات وما استجيبك البتة فهو بيكون عم بيعدل لك شي مهم أهم من هيدا عم تطلبه شو حلو شو حلو هالحاديث اللي عم تهم أفضل نعم من هون من هيدي قوة الصلاة قوة الصلاة مرتبطة بشخص يسوع المسيح اللي علمنا كيف نختلي بالكفار كيف نختلي مع ذاتنا بيقول يسوع لما بدك تصلي ما تصلي قدام العالم تا يشوفوك أخذ أجرق بدك تفوتها مخدعك نعم في كتير بيقروا هالآية بالأنجيب شوفت ما في زنوع على كنيسة ما في زنوع محدث ما في زنوع تناول خلص بقعد بالبات بصلي والله بيسمعني هيدا حجج بيقولولك ما بدي روح العالم عم بتصلي انت شو بدك بالناس بالكنيسة انت رايح تزور ربك يعني انت هالا عم بالدين وعم تشرد يعني وين من هكي لا يسوع بده يدخلك على مخدعك يعني على داخلك لأنه هونيك بتلتقى بالله هونيك ما بتلتقى فيه وهونيك الساعة بتبلش حياة الله فيك من هكي كان يسوع يختلي دايما وكان دايما يخاطب بيه ولاش طي يعلمنا كيف الصلاة حتى ما نكون متل وسانيين شو بنا نأكل شو بنا نشرب شو بنا نعم هوني كله بطلبوا وسانيين قالوا نسوع انظروا طيور السماء لا بتخزن ولا بتعمل ولا بتزرع وتعملها نعم انظروا زنائبك الحقل لك سليمان بأبها مجده لم يلبس كواحدة منها يعني شو في قداش عظمي نعم شو لك يا قليل الإيمان شو انتوا عنك انا بيهتم فيكم انا اللي باعتني فيكم انا اللي بكسيكم انا اللي بتعميكم مثل مقال مربولوس يكفينا القوت والقصوة ما بدنا شين احنا من الدنيا ماش فينا ناخد معنا اصلا مثل ما قال ايوب من بطن امي خرجته عريانا وإلى بطن امي صرف فقعوده عريانا مش هاخد معي شيء من هكي هاي دي قوت الصلاة انك تخلي الله حاضر بحياتك هاي دي قوت من هكي ان يسوع دايما خلى بيه حاضر بحياته بكيينه ادامه هالصورة هاي دي فاذا نعطينا مثل ان الفريسي والعشار هاو دي يسوع حتى اكزامبل عن الصلاة ونحنا اوقات كتير منعيش الفريسي بصلاة نعم اوقات كتير منعيش العشار بصلاة هالصلاة البسيطة هالصلاة المتواضعة هالصلاة اللي بقى من العلم لفيها دبوع ياللي بتعمل اشي حلوة كتير انت تطلع يوم كت عم بقره هايكي جمله حلوة كتير من كاتب بيدا كن يعني كتب ببقى تلبي ساستحن عبشاء الله يرحم نفسه عم بقول عم بقى للجب لستو انك سبقت ارستو نعم يعني سبقت ارستو بشي سبقتو كبلك بقى قال هي سبقته ببسططها بتواضعها هيك تغرد مع الصبح مع العصافية مجد الله تسبح الله بكلمات هيك بسيطة جدا مناش مصفوفي مصبوط أو شي هيدي هي ربنا اللي بحبه البساطة تطلع من قلبك من هيك يسوع دايما كان يركز يقول أعطيني قلبك يا بني مناش كان يسوع يقول أعطيني لأنه القلب هو مجمع المشيع والعواطف والقلب يطلع منه كل شي من هيك يسوع قال واليوم إنجيل يوم قالوا إذا كانت عينك صحيحة جسدك كله نيرا وإذا كانت عينك سقيمة فجسدك كله رديئا ومزلما فإن كان الظلام إذا كان فيك النور ظلاما فكيف يكون الظلام مش عينة لأنه القلب بيخرج منه الأفكار السيئة والفجور وكل شي والكبريا وكل شي بيخرج من هيك أعطيني قلبك يعني أعطيني زيتك يعني كلك ما فيه أنه أعطيك قلب عندي قلب واحد بدي خليها قال لك كن حاضر فيها هيدي قوة الصلاة يلي بتنبع من القلب لدي سين عيشوها كانوا يسألوها الصلاة القلبية يلي يطلع فيها هيك يحكوا مع الله الله اللي عاب بيحكي أنا ويجيك نعم بعدان تاني واحد الصوم شو الصوم؟ الصوم هي أنه تطوع جسدك وتطوع روحك تتعمل ما يريده الله منك تهذيب النفس؟ إيه تهذيب بدك تهذيب بيهم مش بس أنه أنا بدي أعمل في كلا بيستبهدهم من الصوم تعملوا رجيم لأن أصنوش 2 كيلو 3 كيلو 4 كيلو لأ الصوم هو أول شي تحطت وطي أسهم الجسد ترفع أسهم الروح لأن الجسد مائت والروح هي اللي جتوفة تحية إلى الأبد آمين فإذا أنت بدك تصعب الصوم إلى تهذيب النفس تهذيب ذاتك يعني فكرك روحك حواسك تكون كلك عم تشتغل مع الله الصوم مش بس القطاع أنا بقلهم يا خي ما تصوم عن الأكل ما تصوم عن لحمة ولا تصوم عن البيض روح بس ما تحقد ما تدين خيك ما تحتقر خيك مش هاي نهايدي اليوم هايدي كتير صعب أسهل شي على لصوم أنا بس أصعب شي وقول له خي سمحني مثلا بتبقلت ريس كالكوتة أنه أسهل شي الكراهية أصعب شي الحب أصعب شي الحب بس بتقول هي أكتر من هك الحب للأكوياء فإذا القوة منها بدأ تجي القوة بدأ تجي من الصلاة بدأ تجي من الصوم وأعمال الرحمة الصدقة يعني لاش لأنه الله حط الآخر بحياتك ما فيك أنت اليوم تجي تعمل أعمال رحمة ما تعمل أعمال رحمة بصومك فإذا أنت بتكسوم عن اللحمة وعن هاودي كلهم هاودي بقيمتهم بدك تقدمهم لناس فقيرة لأنه الله حط الإنسان الفقير قدامنا لحتى من خلاله يخلص لنا تفسنا بس أبونا برضو يعني بخصوص قصة الصدقة نحنا كمسيحيين مش مفروض أنه نتعامل مع الصدقة كل السنة أنه مش ننطر يعني بس رسيان لأنه العمر يعني هو المسيح بيقول كل ما عملت هيدا الشي لخي الإنسان على الأرض كأنه عملته لقلي مضبوط هيدا سؤالي يعني إنه إذا كل السنة كانوا مش عم بيعملوا الصدقة بتقول أنه الصوم هو الوقت يلي لازم يصدق لكن الصوم هو وقت حتى يعمل فيه أعمال رحمة أكتر بس أكيد كل أيام حياة المسيح الإنسان المسيحي بدي يعمل أعمال رحمة أعمال محبة تجي خيه يلي ما بيقرر يردله لأنه إذا بردله بيكون ما عمل معه شي متما نحنا اليوم في كتير في كتير يوم وسياسين بيعملوا أعمال رحمة ولكن شو بيعملوا بيستعملوا البشر وبيعملوا ضجة وبيعملوا إعلام وبيعملوا بابا ما عاش لهم أجر هوجي قال ياسوك كل شي بيكتعملوا أعملوا بالخفاء طبعا بالخفاء ما تخلي إيدك اليمين تعرف شو بتعمل إيدك الشمال هيدا قوة قوة الصوم قوة الصدق أبو الأعمال حاجة عليا بعدها بس الصوم هو أنك تكتفي أثار المعلم وأن تتبع المعلم وأن تمشي وراء المعلم وأن تتمثل بما عمله المعلم من هاك البابا بيقول خاصة للبيعلموا تعليم المسيحي لهم البابا مش بهم بتعلمهم العقيدة مش بهم تعلمهم مش بتقول علمهم كيف يكونوا على مثال يسوع يعيشه ها مشي لأش لأنه هاو بينطبعوا بالولد بينطبعوا بحياته وبرفقوه وبينمى حياته المسيحية فإذن نحن هلأ بيصوم هالأربعين الكبير يلي نحن بننعيش بها البرية نحن عيشين بالعالم لكن بيقول يسوع أنتم لستم من هذا العالم هيدا البرية والله اليوم بيدي لوح أنا لقي برية على البرية اليهودية أو على الصحراء وهذا اليوم البرية أنا عايش فيها بدي أعرف كيف خليها أصمت تأسمع صوت الله رغم كل الضجيج يلي أنا عايش فيه بقلب هذا العالم هيدا الصوم الصوم أني تخليك تصوم مش بس عن اللحمة أوكي بس بتنهاش لحم خيك ما منيك فهي ناس بينها شو لحم خيهم بدك تصوم عن طاعم بس بتقاطع خيك بالحقد وما وما أنه ما تسامحوا لا بدك تسامحوا ما تحتقروا ما تدينوا اليوم هيدا مشكة المشاكب ومجتمعنا لك هيدا أشي بيعمل لك هيدا أشي بتعمل يخيي إيش أنت فرجيني أنت شو بتعمل وإيش بس بردو عم بقض شك هيدا قصة كل ما يكون فيه شخص موجود بفل بينحك عليه دين حدا تاني كزا طب هيدا موجودة عنا بالثقافة مش بس أنه أصدق أنه العالم كلها هيك فيه ناس برات عايشين بأوروبا مرتاحين مع حالهم يعني يمكن ما عنده أصدقاء بس أنه ما كل ما يشوف شخص بيعلي نحنا عنا الثقافة هيك هيدا الشي عاطل جدا يعني ويرت لو فيه يلفط النظر عهيدا الموضوع إنه إذا معك قرش بتسوي قرش ما بيقولوا قدم مؤمن مهزب شو يعني هيك صايرين هيدا الخطيئة لهون وصلتنا مبعزة بتوفقنا الرأي أكيد هيدا 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 نحنا أغلبية تعيين نهو أكتبين مش طاير معنا عيشوا بس سيدة مش معناتها إذا إذا الكترة عاملين هاكي يعني صح لا أنا أبونا شرب العلي خير الدين أنا إذا بيجي بيقولولي لع أنت ماشي غلط العالم كله رايح هاك وأنت ماشي هاك أنا بيقولولهم أنا الصح وهن الغلط لأنه أنا بدي أمشي بحسب منطق يسوع المسيح بحسب فكرة المسيح بتلعنا أخوري اسمه أبونا جهاد سعادي بارح هاكي كعن بيقرب الإنجيل وأجل أبوما بلش يوعظ قالوا يا عمي عن جد كلام يسوع بيسم البدن عن جد أوقات في كلام يسوع بيقوله يعني بي هاكي يعني كثيبت بيقوله هاكي يعني ما فيه لعب مع المسيح ما فيه فعلا أوقات في كلام يسوع بيقولها بإنجيل بتسم البدن يعني أنت بديت ماشيك مش بمنطق أنت بديك شوف أنت منطق الله وتمشي فيه من هاكي نحنا بالصوم هو أن تعاكس روح هذا العالم وأن تعيش بيروح الله حتى تتقرب من الله ويتنقى قلبك ويتنقى فكرك وتبلش تكون مثل يسوع نطيف ومحب وحنون هاضي الصفات اللي يسوع لحول يوح نبالع كنا لا أحد أحد له أبرص شايني فتحننا عليه ومش بس قال له شقة فطهر لك لمسه تعا شو ليه المسم أبرص يعني يعني بيعدة أبو ناشي لمسه نعم يعني لمسه ها لمسه ها لمسه ها لمسه ها لمسه ها لمسه عطف وحنين ومحبة وحنو ورحمة هل تكيف ها لمسه أنا بقل له هلا اليوم عبر نور الشرق اتقوا يسوع يلمسكن اتقوا يسوع يرجع يجبلكم من جديد يرجع يكونكم من جديد يرجع يخلق فيكم إنسان جديد شو صوم صوم بدك تموت عن إنسان العطيب تطولت إنسانا جديدة كميما اعتقا يعني على الحديث والإيمان لديسة تاريزة كالكوتة يعني الأم والأم تاريزة كانت كل حياتها ما تهتم إلا بالبرس كانت تحبونه تلبسونه ولا مرة ولا هي ولا مرة مرضي ولا الراهبات اللي مع ولا العديد أكيد تغمرون ها معناتها فهمت إنسان هده يسوع يسوع المتألم قدامه هده المصدوم هده يسوع قدامه المتألم هده الفقير الجعان هده يسوع الجعان والفقير كنت جاعة فأطعمتموني كنت عطشانا فسكيتموني كنت عرانا فاكسرتموني كنت مريضا فسرتموني كنت محبوسا هاولي كلهم يسوع ليش حط الآخر قبالنا يسوع المسيح ليش حتى من خلاله نقدر نقدر نخلص حالنا نقدر نعمل أعمال رحمة مثل ما يسوع مثل الغني وليه عازر كمان هاو كل الأنجيلة اللي مرقوا عبيمروا بالصوم نعم أنه ربنا قدما بيحب هالغني هتطلوا لعازر عبيبه حتى يعمل فيه رحمة يطعميه منفوتات الماء دي ما شافوا كانت الكلاب تبقول هيدا الغني تلحوصه تلحوصه يعني كانت رحومي أكتر من الغني وطبعا الكلاب كانت عم تاكل هو ما عم بياكل هو ما عم بياكل وأكتر من هك يعني شو بعدين هيداك الغني يعني بسميه غبي يعني ما هي قاله اسم ما بين اللي عازر قاله اسم معروف باسمه ومش هيني وبعدين شفنا أنه واسمات اللي عازر حمته من هك شو كانت النتيجة وهيداك دفن يعني خلص صراح بالجحيم دفع هك قاله دخيلك بعطلي هكي لووتك الثاني قاله عشت حياتك هونيكي قاله بوس إجاك يا أباة إبراهيم بعطلي بعطه بعط حضن بعطه لعند إخواتي تمييجي لهوني قاله عنده موسى والأنبياء قاله لا يا أباة إذا بيقوم واحد من الموتى بيخبرون بتهبوا فكرك اليوم أنت يا أختنا نادين نحن هلأ بزمن الصوم نعم إذا قام واحد من الموتى وقالون يا عمي ما تكون راحين في سمى في جنم في عدالة إلهية وعاو وطوبوا وطلعوا صوب السمى فكرك حتى بيتغير المؤمنين المؤمنين ما بتأثروا لأنه إيمانهم سابس موجود حتى بيتغير فأذن فأذن شغل بس هادي مهمك دي أنه الإنسان اللي بيقام بكلمة الله بيقيشبع يسوع بيصوف الله بيكلشبع حتى لو قام واحد من الموتى وقال لناك ما بيأثر لنا عا إيمانه ولا بيضي لنا إيمانه وحتى يلي مش مقيني بالكتاب المؤدس وما بيأمروا بحية سوى المسيح حتى لو قام واحد من الموتى قالوا يا عامل في جهنم معاه شغل فكيك بيوهو شغل فكيك بينردعه عن عمل الشر وعن الفساد وعن أكل خيون والظلم وهو لي أبدا أبونا نحن رح نكفي هالحديث معا نحن نتوقف ببريك صغير ونرجع بالفكرة الثانية مع الخوري أبونا شرب العلي خالدي أهلا وسهلا شكرا للمشاهدة شكرا للمشاهدة